السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من الواقع العربية التي نسلط خلالها الضوء على واقع ومعاناة مسيحي أشهر ظل المسيحيون في الشرق العربي جزءا مهما من النسيج الاجتماعي للمنطقة على مدى قرون عديدة مضت وعنى هؤلاء من ويلات الحروب والكوارث التي عصفت بالمنطقة تماما مثل ما اكتوى بنارها المسلمون العرب في هذه المنطقة لعب المسيحيون العرب أدوارا سياسية هامة واحتلوا مواقع بارسة بيد أن الصراعات المسلحة التي تهز استقرار أكثر من بلد دفعت الكثيرين إلى الهجرة مما جعل أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط تحديدا في تناقص مستمر يهدد بإفراغ مدن من الوجود المسيحي الذي يعود إلى آلاف السنين مسيحي الشرقي وأزمات الشرق الأوسط تهجير ونزوح من ديار سكنوها آلاف السنين ربما كان عام 2014 هو نكبة المسيحيين العراقيين على وجه التحديد ولو أن حروب المنطقة لم ترحم لا مسلما ولا مسيحيا ولا يزيديا هجر ما لا يقل عن 150 ألف مسيحي بعد سقوط المنصل بيد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الصيف الماضي منهم من يعيش حتى اللحظة في خيام النازحين بإقليم كردستان العراق على أبواب شتاء في العراء الأوفر حظا فروا إلى الأردن في انتظار بلد لجوء نهائي موجة هجرة المسيحيين في العراق بدأت بشكل لافت منذ الغزو الأمريكي للبلد عام 2003 وما ترتب عن ذلك من صراعات وفوضى أمنية الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات دمرت النفوس والنسيج الاجتماعي وأثارا عمرها ألاف السنين ترجح بعض المصادر فرار نحو 450 ألف سوري مسيحي من ديارهم ويعتقد أن يكون عدد المسيحيين قبل الأزمة يمثل أكثر من 4% من تعداد سكان سوريا لم تسلم كنائس حمص من القصف ونيران الحرب الدائرة وكانت الانتكاسة بالنسبة لمسيحي سوريا ما حدث في بلدة معلولة التي ظلت مصرحا لمعارك طاحنة بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة معلولة تحتوي على كنائس وأدير أثرية وكانت لألاف السنين رمزا للتعايش بين المسيحيين والمسلمين تعايش يحيى حتى الآن وبأسمى صوره في الأراضي الفلسطينية المحتلة فالاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الحواجز التي تحد من حرية ممارسة المعتقدات الحروب المتكررة لجيش الاحتلال قلصت عدد المسيحيين عاما بعد عام ليصبح أقل من 2% بسبب موجات الهجرة القصرية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أثبتت مرة أخرى التلحم المميز بين المسيحيين والمسلمين فتحت كنائس غزة أبوابها للمسلمين الذين دمرت بيوتهم لا شك أن النزاعات المسلحة قلصت من أعداد المسيحيين في الشرق الأوسط ولكن لا يمكن أن تمحو وجودهم وتاريخهم في المنطقة لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من رمالله الأب مانويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس وراعي كنيسة اللاتين في قطاع غزة سابقا ومعنا أيضا من بغداد الدكتور دهام محمد العزاوي عضو مفوضية حقوق الإنسان والخبير في شؤون المسيحيين في العراق نرحب بضيفين الكريمين ونبدأ مع الأب مانويل نود أن نعرف منك أب مانويل هل من أعداد ولو تقريبية لأعداد المسيحيين في الشرق الأوسط كيف كانت وكيف هي الآن السلام عليكم وعليكم السلام طبعا المسيحيين أولا في عيد الميلاد يهدونكم أجمل التحيات ويؤكدون على أنهم ملتزمون بهويتهم بقضيتهم ملتزمون ببلادهم ملتزمون بشعبهم وملتزمون أيضا بلغتهم وملتزمون أيضا بحبهم ووفائهم لإخوتهم المسلمين في هذه البلاد لنا ما لهم وعلينا ما عليهم لذلك فرح عيد الميلاد هو فرح عربي وخاصة عربي إسلامي في فلسطين فكل عام وأنتم جميعا بخير المسيحيون في الوطن العربي كانوا فوق الخمسة وعشرين مليون أو ثلاثين مليون ولكن هذه الأعداد تنازلت كثيرا ضاعت يعني التركيز الكبير كان في مصر في مصر كانوا تقريبا سبعة عشر مليون خمسة عشر مليون الآن يتكلمون عن ستة ملايين أو سبعة ملايين على أعلى حد في فلسطين أعداد المسيحيين كانت تتركز في بيت الأحم والقدس وبيت جالة وبعض القرى في ضفة الغربية وغزة وفي إسرائيل هذه الأعداد كانت ما يقارب نسبتها 2% أولا كانت سبعة بالمئة كانت عشرة في المئة الآن انحضرت إلى أن تصبح واحد بالمئة وفي بعض الأماكن نصف بالمئة مثلا كنيسة القدس في إسرائيل رحلت رحل قسم كبير منها إلى الضفة الغربية وإلى الأردن وإلى الوطن العربي وإلى الشتات الآن الذين بقوا هناك ابتدأوا يتكاثر لأن الحرب انتقلت إلى بلادنا لم تبقوا في بلادهم المسيحي إذن استقر خائفا مرعوبا غير ما آخذ لحقوقه كاملة لكنه استقر الذين بقوا بد ينمو لكن في غزة وخاصة في الحرب التي جرت سنة الثمانية التسعة سنة الثنعشر سنة الأربعة عشر أعداد المسيحيين من ثلاثة ألاف وخمسمائة مسيحي انحضرت إلى ألف ومائتين مما يدل على أن الهجرة واسعة على أن الهجرة كبيرة في القدس من خمسة عشر ألف من عشرين ألف أصبح عددهم لا يتجاوز الخمسة ألاف وهكذا دايدنك في كل القرى نعم أبوانوال هل نحن نتحدث وقد أشرت إلى مختلف الحروب في غزة وما يتعرض لها المسيحيون تماما كما المسلمين في الأراضي المحتلة جراء الاحتلال هل نتحدث فقط عن هجرة قصرية أم كان ما هو فيها ربما اختياري ولأسباب أخرى المسيحي الفلسطيني خاصة لأني أنا أتكلم عن شعب أعرفه وعشت معه وبينه المسيحي الفلسطيني كان يعيش مع المسلم وأنا لا أقول كلامي ولكن أقول كلام قداسة البابا الذي قاله لهيرتسل سنة 1895-96 هنا قدم هيرتسل إلى البابا يطلب منه أن يعطيه مجال أو يساعده على إيجاد دولة إسرائيلية في فلسطين قال له البابا وهذا هو الكلام الذي عشنا قال له البابا المسيحيون في فلسطين يعيشون في تناغم كبير مع إخوتهم المسلمين ويأخذون جميع حقوقهم نحن نخاف إذا تكاثرت الشعب الإسرائيلي هناك أن تختلف هذه الموازين وأن تدخل في البلاد تدخل على البلاد حوادث كثيرة وتدخل مشاكل كثيرة ومشاكل تصبح عالمية لذلك لا ننصح أبدا بوجود إسرائيل في البلاد هذا قيل سنة 1896 وأيضا قيل في رسالة البابا بيو 6-12 إلى رئيس الولايات المتحدة ترومن مع الكاردنال تشيكونياني كانوا المسيحيين عايشين في هدوء وفي نظام كانوا عايشين العهد العمرية كانوا عايشين مبادئ الإخاء التي وجدت ورسخت في العهد العمرية لأن العهد العمرية ليست قانونا بقدر ما هي منهج حياة ونحن الآن أيضا في عصرنا الحالي وأنا بالذات نشط في هذا الموضوع أحاول أن أجعل المسلمين أيضا يكتبون للمسيحيين كلاما طيبا يشبه العهد العمرية وامتدادا أخويا لها نهج حياة أب مانويل سنعود طبعا إليك لمزيد من الاستفادة والنقاش لكن دعنا هنا ربما نستطلع الوضع مع الدكتور دهام دكتور دهام وأنت في العراق الأب مانويل تحدث عن أرقام ربما في مصر أعداد الأقباط وفي فلسطين ماذا عن باقي الأقطار العربية ماذا عن توزيع المسيحيين فيها سوريا لبنان ماذا عن العراق التي يقيل بأن سنة 2014 كانت بمثابة النكبة للمسيحيين فيها رغم أن معانتهم في الواقع بدأت منذ 2003 بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم ولمشاهدي قناة الجزيرة أحييكم أهلا وأحيي أيضا ضيفنا من فلسطين ابتداء أهني إخواننا المسيحيين بأعياد رأس السنة متمنيا لهم الأمن والسلام أنا أقول أن ما يعاني العراقيون المسيحيون اليوم يشابه إلى حد كبير ما عاناه المسيحيون منذ انتشار المسيحية في العراق قبل الإسلام يشابه إلى حد كبير ما سمي في كتب التاريخ الاضطهاد الأربعيني الاضطهاد الأربعيني حينما اضطهد شابور الثاني المسيحيون على عقيدتهم واضطهدهم وسمي في ذلك الوقت شابور ذي الأكتاف لأنه كان ينزع أكتاف الرجال ويسبي النساء بسبب عقيدتهم كتب التاريخ تذكر أن هناك 16 ألف مسيحي قتلوا بسبب عقيدتهم الآن الأعداد بكل أسف أكثر من هذا العدد بكثير قتل آلاف المسيحيين وهجر مئات آلاف المسيحيين في العراق الوضع مأساوي الوضع إنساني الكارثة أكبر من قدرة الحكومة العراقية ومن قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية على مواجهتها الأعداد لا يمكن أن تحصى لأن الأعداد تتزايد كل يوم في الحقيقة كل المكونات يومياً تهجر وتضاف أعداد جديدة إلى أعداد النازحين بحيث لا نستطيع أن نحصي أعداداً تقريبية اليوم مخيمات النازحين تغص باللاجئين هناك كارثة إنسانية تواجه كل المكونات ولا سيما الأقليات الدينية من المسيحين والعزيدين والشبك وغيرها نحن نقول أن وضع العراق مأساوي كبير الأقليات ولا سيما المسيحيون يتعرضون إلى إبادة جماعية وأنا أعتقد أنه بعد خمس سنوات إذا استمر الوضع على ما هي فأن وجود المسيحيين في العراق سينقرض وبالتالي النسيج الاجتماعي العراقي سيتحول إلى أحادي الجنس إلى أي مدى الحالة العراقية بالنسبة للمسيحيين تعتبر مختلفة نوعاً ما كون ربما بالنسبة له غياب الغطاء الطائفي داخل العراق أي أن المسيحي العراقي عندما يهجر من منطقته يلجأ إلى المناطق الكردية يعني ليس لديه أماكن أخرى بإمكانه اللجوء إليها إلى أي مدى هناك خصوصية في الحالة العراقية تحديداً أنا أعتقد الخصوصية في إقليم كردستان هناك يعني عشرات آلاف بل ربما مئات آلاف المسيحيين موجودين منتشرين في مناطق إدهوك بالتالي هناك علاقات قرابية تدفع المسيحيون إلى النزوح الأمر الثاني أن أقليم كردستان هو أقليم مستقر إلى حد كبير المواطنون ينعمون بالأمان بالتالي المواطن الذي ينزح إلى أقليم كردستان يشعر بالأمان الأمر الثالث والمهم والمؤسف أن أقليم كردستان بكل أسف بات محطة لكثير من المسيحيين للهجرة إلى الخارج طلبا للجوء الإنساني وطلبا للأمان في مناطق ودول العالم الأخرى مناطق العراق العربية بكل أسف لا تنعم بهذا الاستقرار بحكم الاقتتال أو الصراع الطائفي بحكم سيطرة داعش على المحافظات السنية أيضا بحكم عمل بعض الميليشيات بكل أسف يعني عملت على تهجير المسيحيين في بعض مناطق بغداد الإحصائيات تقول أنه طبعا الإحصائيات وفقا للمصادر المسيحية قبل أيام قالت أن هناك في بغداد كان يعيش 150 ألف مسيحي اليوم أقل من 15 ألف بالتالي المواطن يبحث سواء كان مسيحي أو غير مسيحي يبحث عن ملاذ آمن أعتقد إقليم كردستان إلى حد ما يحقق رغبته لكن السؤال الأهم في ذلك هل أن المسيح حينما يذهب إلى كردستان يستقر نفسيا يستقر ماليا يستقر اقتصاديا لاحظناه في الواقع هناك معاناة كبيرة للمسيحيين على الصعيد النفسي تهجر من بيته أحرقت أغلب يعني عفوا سلبت أغلب بيوت المسيحيين في الموصل تم اقتصاب بعض المسيحيات من قبل العصابات التكفيرية لداعش بالتالي يعني يبقى هاجسه على بيته على أمواله هجروا في ليلة وضحاها بدون أملاك بدون أموال يواجهون ظروف صعبة البعض أو الكثير منهم اليوم يعيش في مخيمات وهذه الظروف الإنسانية الصعبة من أمطار وثلوج المخيمات لا تفي بأبسط مقاومات الحياة الإنسانية هناك أيضا مشاكل اجتماعية تتعلق برغبة أفراد من العائلة بالهجرة وحنين الأفراد الآخرين للبقاء أملا في العودة إلى مساكنهم هناك مشاكل صحية سنعود إليك على كل هذه المشاكل التي ذكرتها للمسيحيين النازحين في إقليم كردستان العراق أو في مناطق أخرى أبمانوال يعني تحدث ضيفنا عن خصوصية المسيحيين وهجرتهم أو نزوحهم في العراق ماذا عن مسيحيين المشرق ماذا عن مسيحيين في فلسطين في سوريا في لبنان وبعضهم ربما فتحت له الأبواب الهجرة إلى الخارج يعني هل هناك اختلاف ربما في ظروف إقامتهم إلى أي مدى هناك اختلاف أنا أريد أن أولا أحيي أخي في العراق وأحيي المسيحين والمسلمين هناك وأريد أن أقول لهم بأن المسيحيين عاشوا الخوف ليس من اليوم ولكن عاشوه من زمان طويل ومن زمن بعيد إنما المسيحي متجذر في أرضه ويجب أن يتجذر في أرضه وهنا يجب أن نثمن صوت قداسة البابا فرانسيس الجديد صوت جديد الحقيقة صوت جديد أنه يدعو المسيحيين الذين هاجروا إلى العودة إلى ديارهم هنا نريد أن نثبت بأن المسيحي إذا وجد الأمن والأمان ووجد الأخوة والمواطنة إذا تحققت له ذلك كما كانت له قبل الحرب سبعة وأربعين وقبل حرب الكبرى هذا الإنسان الفلسطيني متجذر وسيبقى متجذر في أرضه نحن في هذه البلاد وأريد أن أستخدم كلمة قالها السيد أفرام حبيب قال نحن الفلسطينيين رغم كل الألم كل ما يصيبنا لن نكتب تاريخنا بأرجلنا اليوم في قرار عندنا نحن المسيحيين العرب خاصة للفلسطينيين بأني أتكلم باسم شعبي أن نبقى في هذه الأرض ونتجذر فيها نأخذ ما لنا ونعطي ما علينا للمسلمين ونعيش شعب واحد ونحن في في غمرة هذه الحوادث صحيح نحن خائفون نحن خائفون نحن خائفون ولكن نحن معتقدون كل الاعتقاد أن حمايتنا ليست من الخارج لا من الفاتيكان ولا من المسيحيين في أمريكا ولا من المسيحيين في أوروبا ولا من أي دولة في العالم حمايتنا تأتي من شعبنا حمايتنا تأتي من المسلمين الذين نحن معهم ونعيش معهم هذه الحماية هي التي تعطي المسيحي الأمل في البقاء رغم ما يجري عليه من خوف وتهديد ولذلك التواصل فيما بين المسلمين والمسيحيين اليوم الوعي المسيحي والوعي الإسلامي الذي ابتدأ يأخذ المسيحي الضعيف ويضعه في المقدمة ليكون هذا المسيحي ترسا يحمي المسلم الآن من المسيحيين الذين يأتون من الخارج لأننا نعاني حقيقة نعاني وسنبقى نعاني من مسيحيين أوروبا الذين لم يحملوا إلينا نحن المسيحيين في الشرق الأوسط إلا المشاكل إلا التعب إلا الحروب نقطة مهمة تشير إليها أبمانويل دعني أتحول بها الدكتور دهام إلى أي مدى هذا التعايش الموجود والذي يضرب مثالا واضحا وجليا في الأراضي الفلسطينية بين المسلمين والمسيحيين يمكن فعلا أن يكون حالة عامة في مناطق أخرى من الشرق الأوسط ويعود الموضوع كما كان رغم كل النزاعات ورغم كل الحروب التي تعيشها مناطق عديدة في الشرق الأوسط نعم اسمحي لي أن أثني على ما ذكره ضيفك الكريم نحن في العراق على أقل تقدير على المستوى الشخصي كباحث اجتماعي وكباحث سياسي عاصرت المرحلة ولازلت عاصرها من خلال علاقاتنا مع الأخوة المسيحيين في الوظيفة المسيحيون هم جزء أساسي من المجتمع العراقي تعايشوا وتصاهروا وامتزجوا وامتزجت دماؤهم مع أخوتهم المسيحيين في العراق لم نشعر نحن لا نتحدث عن تعايش بين الطرفين داخليا لكن ماذا عن العناصر الخارجية التي دخلت وبات المسيحيون كما المسلمين تماما بعض المسلمين هدفا لهذه الأطراف الخارجية بالتأكيد أنا أقول أنا أقول علينا أن ننطلق من الداخل في تحليلنا على المستوى الاجتماعي لا توجد أي مشكلة اجتماعية من هذا الأساس أنا أريد أن أرمي وأغمز إلى موضوع جدا مهم بالتأكيد يؤيدني فيه ضيفك الكريم أن هناك محاولات لوصف المنظومة القيمية والفكرية والأخلاقية للإسلام بأنها ضد الآخر وضد يعني قيم الآخر وبالتالي تحثوا على موارسة الإرهاب والإقصاء ضد الآخر ما يحصل اليوم حيال المسيحيين إطلاقا لا يمتوا إلى المنظومة القيمية العظيمة التي يمتلكها الإسلام ونحن هنا في هذه الدقائق لا نستطيع أن نحصي التاريخ الكبير من التعايش بين المسيحيين والمسلمين اليوم المؤامرة قد تكون داخلية بأدوات وبجهات تمارس العنف المنظم لجهات قد تكون استخبارية لدوافع سياسية غايتها الإخلال بالنسيج الاجتماعي العراقي ومدعوما من أطراف خارج العراق غايتها تفكيك العراق وإعادة تركيبه وفق نظام جديد يقوم على أساس المحاصصة هذا النظام دفع الثمنهم بكل أسف كل أطياف المجتمع العراقي وانعكس بشكل أساسي على الفئات الهشة أو الفئات الضعيفة من ضمنها المسيحيون أعود في دقيقة وهو ما تبقى من البرنامج مع الأب مانويل أشرت إلى كلمة مهمة جدا ضرورة العودة والتشبث بالأرض إلى أي مدى باعتقادك هذه ربما القيم يمكن فعلا أن يحملها الجيل الجديد ممن هاجر واستقر في أوطان عديدة خارج الأراضي الفلسطينية تحديدا للأسف الشديد أن الذي ذهب لن يعود وإذا عاد ستعود قلة قليلة ولكن أنا أيضا أريد أن أثمن على هذه الكلمة أن الآن هو زمن أن نحمي ديننا من كل اضطهاد أو من كل هجوم من علي ديننا الإسلامي والمسيحي كان في الداخل وفي الخارج وأريد أن أثبت هذه الكلمة بأننا نحن في هذا الوطن نحن أحفاد صلاح الدين في زمن صلاح الدين حتى كثيرون ذهبوا وارتموا في أحضان أعداء المسلمين أنا أريد أن أثبت كلمة المسيحيين من خرج منا وذهب إلى الأعداء فهو خائن وهو ضعيف ولكن نحن أحفاد صلاح الدين سنقاتل مع المسيحيين مع المسلمين سنقاتل مع المسلمين لبقاء شعبنا هنا شكرا وسنحمي أرضنا ونريد من هذا الإنسان المسلم أن يوفر لهذا الإنسان المسيحي أيضا قانونا مبني على التاريخ والجهرافية والحضارة والدين والمحبة أشكرك جزيلا الشكر الأب مانويل وقتنا انتهى تماما الأب مانويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصة القدس رعي كنيسة الثلاثين في قطاع غزة سابقا ونشكر جزيلا الشكر ضيفنا من بغداد الدكتور دهام محمد العزاوي عضو مفواضية حقوق الإنسان والخبير في شؤون المسيحيين في العراق السلام عليكم يعطيه مجال أو يساعده على إيجاد دولة إسرائيلية في فلسطين قال له البابا وهذا هو الكلام الذي عشنا قال له البابا المسيحيون في فلسطين يعيشون في تناغم كبير مع إخوتهم المسلمين ويأخذون جميع حقوقهم نحن نخاف إذا تكاثرت الشعب الإسرائيلي هناك أن تختلف هذه الموازين وأن تدخل في البلاد تدخل على البلاد حوادث كثيرة وتدخل مشاكل كثيرة ومشاكل تصبح عالمية لذلك لا ننصح أبدا بوجود إسرائيل في البلاد هذا قيل سنة 1896 وأيضا قيل في رسالة البابا بيو 6-12 إلى رئيس الولايات المتحدة ترومن مع الكاردنال تشيكونياني كانوا المسيحيين عايشين في هدوء وفي نظام كانوا عايشين العهد العمرية كانوا عايشين مبادئ الإخاء التي وجدت ورسخت في العهد العمرية لأن العهد العمرية ليست قانونا بقدر ما هي منهج حياة ونحن الآن وامتزجت دماؤهم مع أخوتهم المسيحيين في العراق لم نشعر في يوم الأيام عن تعايش بين الطرفين داخليا لكن ماذا عن العناصر الخارجية التي دخلت وبات المسيحيون كما المسلمين تماما بعض المسلمين هدفا لهذه الأطراف الخارجية بالتأكيد أنا أقول أنا أقول علينا أن ننطلق من الداخل في تحليلنا على المستوى الاجتماعي لا توجد أي مشكلة اجتماعية من هذا الأساس أنا أريد أن أرمي وأغمز إلى موضوع جدا مهم بالتأكيد يؤيدني فيه ضيفك الكريم أن هناك محاولات لوصف المنظومة القيمية والفكرية والأخلاقية للإسلام بأنها ضد الآخر وضد يعني قيم الآخر وبالتالي تحث على موارسة الإرهاب والإقصاء ضد الآخر ما يحصل اليوم حيال المسيحيين إطلاقا لا يمت إلى المنظومة القيمية العظيمة التي يمتلكها الإسلام ونحن هنا في هذه الدقائق لا نستطيع أن نحصي التاريخ الكبير من التعايش بين المسيحين والمسلمين اليوم المؤامرة قد تكون داخلية بأدوات وبجهات تمارس العنف المنظم لجهات قد تكون استخبارية لدوافع سياسية غايتها الإخلال بالنسيج الاجتماعي العراقي تهجير ونزوح من ديار سكنوها ألاف السنين ربما كان عام 2014 هو نكبة المسيحيين العراقيين على وجه التحديد ولو أن حروب المنطقة لم ترحم لا مسلما ولا مسيحيا ولا يزيديا هجر ما لا يقل عن 150 ألف مسيحي بعد سقوط المنصل بيد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الصيف الماضي منهم من يعيش حتى اللحظة في خيم النازحين بإقليم كردستان العراق على أبواب الشتاء في العراء الأوفر حظا فروا إلى الأردن في انتظار بلد لجوء نهائي موجة هجرة المسيحيين في العراق بدأت بشكل لافت منذ الغزو الأمريكي للبلد عام 2003 وما ترتب عن ذلك من صراعات وفوضى أمنية الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات دمرت النفوس والنسيج الاجتماعي وأثارا عمرها ألاف السنين ترجح بعض المصادر فرارا نحو 450 ألف سوري مسيحي من ديارهم ويعتقد أن يكون عدد المسيحيين قبل الأزمة يمثل أكثر من 4% من تعداد سكان سوريا لم تسلم كنائس حمص من القصف ونيران الحرب الدائرة وكانت الانتكاسة بالنسبة لمسيحي سوريا ما حدث في بلدة معلولة التي ظلت مصرحا لمعارك طاحنة بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة معلولة تحتوي على كنائس وأدير أثرية وكانت لألاف السنين قيم يمكن فعلا أن يحملها الجيل الجديد ممن هاجر واستقر في أوطان عديدة خارج الأراضي الفلسطينية تحديدا للأسف الشديد أن الذي ذهب لن يعود وإذا عاد ستعود قلة قليلة ولكن أنا أيضا أريد أن أثمن على هذه الكلمة أن الآن هو زمن أن نحمي ديننا من كل اضطهاد أو من كل هجوم عليه ديننا الإسلامي والمسيحي كان في الداخل وفي الخارج وأريد أن أثبت هذه الكلمة بأننا نحن في هذا الوطن نحن أحفاد صلاح الدين في زمن صلاح الدين حتى كثيرون ذهبوا وارتموا في أحضان أعداء المسلمين أنا أريد أن أثبت كلمة المسيحيين من خرج مننا وذهب إلى الأعداء فهو خائن وهو ضعيف ولكن نحن وأحفاد صلاح الدين سنقاتل مع المسيحيين مع المسلمين سنقاتل مع المسلمين لبقاء شعبنا هنا شكرا وسنحمي أرضنا ونريد من هذا الإنسان المسلم أن يوفر لهذا الإنسان المسيحي أيضا قانونا مبني على التاريخ والجغرافية والحضارة والدين والمحبة أشكرا جزيلا أنه يدعو المسيحيين الذين هاجروا إلى العودة إلى ديارهم هنا نريد أن نثبت بأن المسيحي إذا وجد الأمن والأمان ووجد الأخوة والمواطنة إذا تحققت له ذلك كما كانت له قبل الحرب 47 وقبل حرب الكبرى هذا الإنسان الفلسطيني متجدر وسيبقى متجدر في أرضه نحن في هذه البلاد وأريد أن أستخدم كلمة قالها السيد أفرام حبيب قال نحن الفلسطينيين رغم كل الألم كل ما يصيبنا لن نكتب تاريخنا بأرجلنا اليوم في قرار عندنا نحن المسيحيين العرب خاصة للفلسطينيين بأني أتكلم باسم شعبي أن نبقى في هذه الأرض ونتجدر فيها نأخذ ما لنا ونعطي ما علينا للمسلمين ونعيش شعب واحد ونحن في غمرة هذه الحوادث صحيح نحن خائفون نحن خائفون نحن خائفون ولكن نحن معتقدون كل الاعتقاد أن حمايتنا ليست من الخارج لا من الفاتيكان رحيم شكرا لكم ولمشاهدي قناة الجزيرة أحييكم أهلا وسهلا وأحيي أيضا ضيفنا من فلسطين ابتداءا أهني إخواننا المسيحيين بأعياد رأس السنة متمنيا لهم الأمنة والسلام أنا أقول أن ما يعاني العراقيون المسيحيون اليوم يشابه إلى حد كبير ما عاناه المسيحيون منذ انتشار المسيحية في العراق قبل الإسلام يشابه إلى حد كبير ما سمي في كتب التاريخ الاضطهاد الأربعيني الاضطهاد الأربعيني حينما اضطهد شابور الثاني المسيحيون على عقيدتهم واضطهدهم وسمي في ذلك الوقت شابور ذي الأكتاف لأنه كان ينزع أكتاف الرجال ويسبي النساء بسبب عقيدتهم كتب التاريخ تذكر أن هناك 16 ألف مسيحي قتلوا بسبب عقيدتهم الآن الأعداد بكل أسف أكثر من هذا العدد بكثير قتل يعني آلاف المسيحيين وهجر مئات آلاف المسيحيين في العراق الوضع مأساوي الوضع إنساني الكارثة أكبر من قدرة الحكومة العراقية ومن قدرة منظمات المجتمع ما الأعداد التي لديك دكتور دحام؟ ومن ثاني على مواجهتها الأعداد لا يمكن أن تحصى لأن الأعداد تتزايد كلها الدينية من المسيحيين والعزيدين والشبك وغيرها نحن نقول أن وضع العراق مأساوي كبير الأقليات ولسيما المسيحيون يتعرضون إلى إبادة جماعية وأنا أعتقد أنه بعد خمس سنوات إذا استمر الوضع على ما هي فأن وجود المسيحيين في العراق سينقرض وبالتالي النسيج الاجتماعي العراقي سيتحول إلى أحادي الجنس إلى أي مدى الحالة العراقية بالنسبة للمسيحيين تعتبر مختلفة نوعا ما كون ربما بالنسبة له غياب الغطاء الطائفي داخل العراق أي أن المسيحي العراقي عندما يهجر من منطقته يلجأ إلى المناطق الكردية يعني ليس لديه أماكن أخرى بإمكانه اللجوء إليها إلى أي مدى هناك خصوصية في الحالة العراقية تحديدا أنا أعتقد الخصوصية في إقليم كردسان هناك يعني عشرات آلاف بل ربما مئات آلاف المسيحيين موجودين منتشرين في مناطق إدهوك بالتالي هناك علاقات قرابية تدفع المسيحيون إلى النزوح الأمر الثاني أن أقليم كردستان هو أقليم مستقر إلى حد كبير المواطنون ينعمون بالأمان بالتالي المواطن الذي ينزح إلى أقليم كردستان يشعر بالأمان الأمر الثالث والمهم والمؤسس